مجلس أعلى الحسابات مجلس أعلى الحسابات هو مؤسسة دستورية تقوم بأعمال وبمجهود كبير جدا في مجلس أعلى الحسابات ليس فقط غير مجال محاربة الفساد والتتبع العمل الحكومي والجماعات الطرابية وغيرها من المؤسسات ولكن أيضا في الجانب المرتبط منه بالتدبير توصيات مجلس أعلى الحسابات هي توصيات مهمة الحكومة تنتبه إليها تأخذها بعين الاعتبار وتنفذ هذه التوصيات وبلا شك سمعته بأن السيدة الرئيس الأول في الكلمة ديها أمام البرلمان قالت بأن هناك توجه كبير من طرف الحكومة نحو تنفيذ التوصيات التي يتخذها هذه المؤسسة الكبيرة جدا وعطت حتى نسب نسب كبيرة جدا قالت وأنا ما أعتقد حوالي 50% تنفذات و 31% في طور التنفيذ إذن هذا يؤكد بأن هناك خيارات قوي في معالجة هذا الموضوع بخصوص تقاعد التي تكلمت عليه هذا كان من النقط التي ناقشتها الحكومة في الحوار الاجتماعي خاصة في دورته الأولى وكان الموضوع كان الموضوع ديال ديال واحد الاجتماعي اللي ترأسته السيدة وزيرة المالية واللي مع النقابة طبعا ومع الشركاء الهدف منه هو أنه نوضع تشخيص لهذه الصنادق الآن تشخيص توضع سنمرو المرحلة الثانية المرحلة الثانية هي المرحلة ديالتخاذ يعني الاتفاق حول الحلول وحول يعني الإطار العام لمعالجة هذا الملف يجب أن أكون صريحا معك ما نقول لك شبه أن هذا ملف يعني سهل هو ملف معقد في صعوبات على مستوى يعني تعدد الأنظمة الاختلاف ديالها تشتوت ديالها أيضا لذلك فالحكومة تشتغل وفق مقاربة تشاركية مع النقابات لكي نصل إلى اتفاق إن شاء الله في إطار هذا العمل هذا المشترك واللي يكون الهدف منه هو نخرج بواحد الصيغة اللي توافق عليها طبعا النقابات واللي تكون ترضي جميع الأطراف وتحقيق نتائج لهذا وحول وتقدم حلول لهذا الملف العويس اللي بالمناسبة عرفوا حد الإصلاح فيما قبل لكن ذلك الإصلاح لم يقدم أي نتائج بل كان إصلاحا ضرفيا والدليل هو أنه بعد خمس سنوات نحن اليوم نقف حول أن المشكلة تجدت لذلك هذه الحكومة هي عازمة على إصلاح هذا الموضوع لكن بشراكة وثيقة مبنية على التصيق مع النقابات وطبعا في إطار ما تتطلبه اللحظة الوطنية من انخيرات جد ومسؤول وهذا هو ما لمسناه من طرف النقابات هناك انخيرات كبير من أجل حالة كل ملفات صحيح أنه وجهة النظر ستقد في المستقبل إن شاء الله لا تنسوا تابعونا في قناة اليوتيوب جنار وفعلوا خاصية الجرس لكي يفصلكم كل جديدة برشام الفيديو وبرتجو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعية